بداية تحية لك ولكل مشاهديك الكرام ومن شاء الله كل سنة وأنتم بخير هذه اللجنة من الناحية القانونية محسومة الأمر باعتبار أن رئيس الجمهورية ومنذ 25 يونيو الفارض هو الوحيد المخول بتفسير الدستور وهو الوحيد المخول بإصدار المرسيم وبالتالي مسألة القانونية من عدمها هي محسومة قانونيا وهي شرعية لأن رئيس الجمهورية له الحق في إصدار أي مرسوم أما المسألة الثانية فأعتقد أنه ربما الناس انتظروا أن يعلن رسميا عن تشكيلها لكنه البارحة في خطبة العيد قال أنه ستتشكل لجنة ولن تستمر أشغالها إلا أيام معدودة يعني أي أنها جاهزة وأن التنقحات المدخلة على الدستور أو الدستور الجديد أو الفصول الجديد كلها جاهزة تقريبا والمسألة مسألة إجرائية فقط وما أنتظره الجميع خاصة أنه في ليلة 27 وفي حافة العشاء مع عائلات الشهداء قال أن العيد سيكون عيدين وأن هناك إجراءات جديدة فأنتظر بعض المتابعين أو أغلب المتابعين أن يعلن عن تعليق العمل بالدستور الحالي أو إلغائه أو إيقافه لكن قال أن هناك اللجنة التي ستبدأ أشغالها وفي داخل اللجنة أيضا أشار إلى مسألة ثانية وهي وجود هيئتين لم يسمي إلا هيئة واحدة وهي هيئة ستهتم قال بالحوار الوطني وقال أن المنظمات الوطنية الأربعة ستكون موجودة في هذه الهيئة طيب يعني الأحزاب التونسية نددت بهذه الخطوة وصفتها بأنها أحادية الجانب هل سيكون سعيد قادر على المضي في هذا المشروع والدستور الجديد على الرغم من معارضة بعض الأحزاب والأطراف السياسية ومنها الاتحاد التونسي للشغل الاتحاد العام التونسي للشغل في مسألة تنقيح الدستور لم يتعرض له تعرض بالأمس وكان خطاب المين العام لاتحاد الشغل مناسبة واحد ماي العيد العالمي العمال كان خطابا قويا وطالب بحوار وطني في أقرب وقت وبعدم التراخي في هذه المسألة وطالب أيضا بعدم التفرد بالسلطة وبالقرارات صحيح وانتقد أيضا التغيير الأحادي للقوانين والتشريعات هذا ما جاء في كلمته أيضا نعم 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 وذلك قبل إعلان اللجنة والمقصود ساعتها هي هيئة الانتخابات وغيرها من المنظمات التي ألغاها الرئيس قيس سعيد وبالتالي أعتقد أن المسألة الآن ستكون صراعا سياسيا قبل أن يكون قانونيا لأنه كما أسلفنا مسألة قانونية تحسن بالمراسيب ولا توجد مؤسسة تشريعية أخرى قادرة على المنافسة في هذا المجال وبالتالي المسألة مسألة معركة سياسية الأحزاب أعتقد أن الأحزاب التي كانت حاكمة أو المستفيدة من المشهد الفارض سوف تتشبث بأن هذه الخطوة غير قانونية وأن الدستور التونسي الذي وقع إقراره في 2014 كما يقال بأغلبية التونسيين أي بأغلبية الأحزاب التي كانت موجودة في البرلمان ساعتها ستتشبث به وتعتبره نوعا ما دستورا نموذجا وبالتالي التنازل عنه لن يكون ببساطة ولن يكون بسهولة حتى الأحزاب التي تختلفوا مع حركة النهضة مثل حزب السيدة عبير موسي أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أو غيرها من الأحزاب التي لا تتفق مع حركة النهضة في أي شيء إلا أنها في مسألة الدستور أعتقد أن المسألة سوف يكون من الصعب إقناع هذه الأحزاب بالدستور الجديد أو بالتنقحات الكبرى المزمعي إدخالها على الدستور إذا كان من الصعب إقناع هذه الأحزاب بهذه التنقحات على الدستور كيف سيؤثر على الدستور الجديد هل سيتم تشكيل هذا الدستور رغما عن رفض هذه الأحزاب وكيف سينعكس ذلك على شكل المشهد السياسي في البلاد في المرحلة المقبلة نعم سيدتي لنتفق على مسألة مبدئية وهي أن رئيس الجمهورية حتى من خلال حواره البارحة أكد أنه وكأنه في غير حاجة لهذه الأحزاب ولا يريد النقاش معها وحسم أمره فيها وكان يسميهم في السابق من أساءه إلى الوطن أو الفاسدين البارح أضاف لهم اسما آخر وقال يعني بين ذو فرين بدل أن يقذل عشر الأواخر في التهجد والعبادة قذوها في السفارات الأجنبية والخيانة وغير ذلك وبالتالي المسألة محسومة بالنسبة له الآن هذه اللجنة وهم معروفين تقريبا لجنة ثلاثة أستاذ قانون دستوري حتى اجتمع بأثنين منهم قبل الخطاب بلحظات وبالتالي ستضع الدستور الجديد أو ستدخل طائرات عميقة على الدستور الموجود حاليا وسينطلق العمل به والرئيس ماضي في الخارطة التي نرسوها بالنسبة له استفتاء سيقع وكما يقال بمن حذر أي من يريد أن يستفتي يستفتي ومن يريد أن يقاطع يقاطع ومن يريد أن يشارك يشارك ثم بعد ذلك انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول القادم والمسألة الخلاف مع الأحزاب بالنسبة له أمرا محسوما ولا يريد أن يجلس معها ولا أن يتحاول معها ويبدو أن المسألة غير متروحة في ذلك واضح هذا الموقف ولكن بالفعل حتى أن سعيد أعلن أيضا عن تكليف هيئة لإعداد حوار وطني ستشمل أربع منظمات رئيسية في تونس منها الاتحاد العام التونسي للشغل كيف ستستقبل هذه الأطراف هذه الدعوة من قيس أسعيد لسيما وأنها ليست متفقة معه تماما في العديد من الإجراءات ووصفته بالتفرد بالحكم وإن كان سبق هذا القرار المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد أعتقد أن هذه المنظمات لم يسميها إلا لأنه متأكد أنها ستقبلوا بالجلوس والحوار وأيضا لا ننسى أن هذه المنظمات التي هي شغلوا تحت صناعة التجارة والرابط التونسي للتفاعل حقوق الإنسان وعيمات المحامين وهؤلاء قابلهم عديد المرات من 25 يونيو إلى الآن على عكس الأحزاب التي كانت ذات أغلبية في البرلمان والتي لم يتقابل معها ولم يجلس معها مطلقا وبالتالي هو كأنه واثق من أن هذه المنظمات ستأتي إلى الحوار سيضاف إليه تشكيلات شمابية وتشكيلات جمعيتية وربما من أنصاره والمجموعات التي ما يسمونه بحملته الرئاسية وغير ذلك مجموعاته الشمابية الموجودة الآن والتي أصبحت ظاهرة في الإعلام وفي المنابر والندوات وبالتالي ستتشكل نوع من التجميع أو بادرة جديدة لحوار وطني قد لا تكون موجودة فيه أحزاب مثل حركة النهضة أو اتلاف الكرامة أو حزب السيد نبيل القروي قلب تونس وغيرها وهذا حتى الاتحاد عام التونسي للشغل وحتى في خطاب الأمس للسيد نوردين تابوبي يقول لا حوار إلا مع من أساءه إلى تونس أو خانه البلاد وبالتالي يبدو أن هناك نوع من التوافق وأن لم يكن ظاهرا على إقصاء من أقصى نفسه أو تورط في الإرهاب أو الخيانة أو غير ذلك أشكرك جزيلا سيد محمد بعود الكاتب والباحث السياسي من تونس ترجمة نانسي قنقر